تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 562 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 913 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المضعومة تم ضبط 136 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والباية بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 697 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 70 طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجالي قضايا المخابس تم ضبط 926 قضية من بينها 234 قضية خبز نقص الوزن و236 قضية خبز غير مطابقا للمواصفات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنق لا كتاب